في المرحلة القادمة قد تكون الأمور أسوأ بكثير وخاصة مع أعلان والتوارد أنباء بأن مركز الترحيل طوزلة سوف يتم إغلاقه وسوف يتم استحداث مركز أكبر بطاقة استيعابية أكبر في منطقة أرنواتكوي اليوم بعض مصادر الأعلام سواء كانت السورية أو التركية أشارت بأن إغلاق مركز طوزلة هو نتيجة بعض الشكاوية التي وردت عن سوء المعاملة وعدم ملائمة الظروف الصحية للمساجين أو الموقوفين وسوف يكون مركز الترحيل في أرنواتكوي بظروف مكانية وصحية أفضل أنا أرى بأن هذا التصريح هو تجميل لواقع سوف يكون أسوأ مركز طوزلة لم تعد الطاقة الاستيعابية فيه تتحمل أعداد اللاجئين السوريين أو الأجانبات المتوقيفون لذلك باتت الحكومة التركية بحاجة إلى مراكز ذات سعة وطاقة سيعابية أكبر وهذا دليل آخر على أن المرحلة القادمة قد تكون أسوأ وأقصى على اللاجئين السوريين